يعني الفترة هذية فترة ترأسكم لفرقة حماية الطائرات كانت فترة صعيبة برشة في وزارة الداخلية جاءت بعد ثورة يرأس الوزارة جاءت فترة من الفترات علي العليظة بعد من جده كانت فترة تأخذ ورد يعني كيفاش ربما تقيم أنت كأمني كإطار أمني هذه الفترة من العمل الأمن المشكلة مرة سألني صحافي نظري برهان بسيس قال لي علاش عبد الكريم العبيدي قلت له كان حطه برهان بسيس في فرقة حماية ثلاثة كان يصير ليسار ليان لأن الفرقة حماية ثلاثة معناها بلاسة حساسة وكانت ناس يعني التعيين انتاحة يصير مسقط مسقط من فوق وكانت البلايس ثمينة ومش اللي يجي يدخل غاديك تثور انت فما شكول لقيته غاديك عنده 25 سنة متبدلش معناها جاء حتى أولاد 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 وغادي يعني بالنسبة لفرقة حماية الثلاثة أي واحد يتقل غاديك رأي بشي يصير له معناها أكثر من اللي صار ليانا بالنسبة للفترة قلت لتقيم أنت فترة وزارة الداخلية كان فما ارتجال كان فما ارتجال كان وقتها بلا أخص في فترة سياعليل عريض يعني تحس اللي كونه فما يعني التراخي فما يد مرتعشة ما فماشي حاجة معناها صار ما تتصور انت من الأحداث اللي صارت وكنت وقتها جاء كنت في مكافحة الرياب وقت اللي جاسي علي العريض كان فما ناس اللي هما معناها كانوا في أمن الدولة ويخدموا معايا كانوا خايفين من دخولوا للوزارة وكانوا سمعت وقتها اللي كونه عايت حتى الشكول اللي كان يشرف على على سجن غاديكة عايت له وكرمه بل بالعكس القاة اللي كونه أكثر الفترة اللي خدم فيها واتمأن يعني معاه وكذا وخاطب بكتاب طيب وكذا حاجة أخرى أنا مش ولا واني كما كما أنا ضد السياسة اللي انتهجها سياعليل عريض غاديكة لكن توفى كل شيء أنا سياعليل عريض هذه اللي تهموني بيه أنا عمري ما عندي بيه حتى حتى اتصال بل بالعكس يعني الفترة اللي خدمها غاديكة فما ناس تجحت طوانا نتكلم أنا خرجتهم من دار الداخلي ومش نلقي نلقي ورود بالنسبة من أحسن الفترات في وزارة الداخلي كان في عدوه رغم ارتعاش يده رغم عدم الحزن في اتخاذ فرارات وكان سهل برشة واذاك عليش واذاك عليهم هم استباحوا وصارت عملية رهابية يعني رغم ذاية توصف الفترة هذه بيانا من أحسن الفترات اللي هي تسبت في عملية من أحسن الفترات للإدارة كإدارة لأن الناس ما تحسبتش نحن كنا نخافوا أنه جواحة جاي من الطير الإسلامي بنتخل للنزارة بش ينتقم من العباد ما صارش الانتقام بل بالعكس ناس تكرمت وناس خرجت تقاعد وناس فما شكول يخرجت تقاعد وصارت تكريم وزيد حاجة أخرى النقبات الأمنية النقبات الأمنية يخذها جرعة من الأكسجان وقت كان بيش تحل في عادة أيد عريض بش كون يعملها النقبات الأمنية بش كون يبدأها هو ما هو المرحوم جرعي اللي توفى أخيرا بش كون في الفترة هذه كانت بيش تنح وقتها أجبر على الاستقال وقفت له فهم ناس وقفت له لفائدة في كيفاش وقفوه لكن فهم ناس وقفت له وأجبر على الاستقال وقدم استقالته وكانت بيش تندثر بش كون أعطاهم الجرعة بتاع الأكسجان هما هو أيد عريض حاجة أخرى كانت تقبل ش كون يمشي للملحق متاع سفارة ملحق ملحق أمني في سفارة ش كون كان يمشي كانت تمشي نخبة لدار العم مصرح المختص كي جاسع للعريض قال لك لما لا وصارت فيها نتائج باهية لما لا ولا ويخرجوا جماعة الحرس يخرجوا جماعة الشرطة بنسبة مئوية وجد حاجة أخرى كانت تقبل يمشي واحد بركة كي مقول نحن شاف دونتان ولا فهم شاف دونتان وفهم مساعد متاع وفهم مساعدين فهم في بلايس كيما تركيا وفي كذا اللي هي تتطلب أكثر معناها معلومات واحد يبعثوا حتى بثلاثة ربعة من الناس ش كون يخذيها القرارة داي علي العريض الزيادات وقتش سارت علي العريض لكن الله غالب أنا من ضحايا علي العريض لأنه علي العريض وقت يسمع أو يسمع هو رئيس حكومة ما سمعش بريس فقط حمال طائرات شو ليسار له والوزير نتفي بجده شكون ما تتابعه يعني أنا نكّل بي في عهد العريض